في مقترح مقترح مجرد مقترح حتى هذه اللحظة داخل الجهاز الفني للنادي الآلي طبعا بقية مارسل كولر انه يتم تغيير طريقة اللعب يبقى فيه مرونة في تغيير طريقة اللعب في بعض المباريات يعني ايه يا كريم يعني ايه كابتن سامي قمصان من الاخر انا هقول لك الاسماء كابتن سامي قمصان اقترح على مارسل كولر هو احنا ليه مصممين على فكرة ان احنا نلعب طول الوقت باربعة ثلاثة ثلاثة وديه من الحاجات اللي اخذت على مارسل كولر للفترة الاخيرة من بعض المحللين انه لا يغير من طريقة لعبه اطلاقا اربعة ثلاثة ثلاثة بس ممكن يغير شوية من الادوار في الملعب بس هي اربعة ثلاثة ثلاثة طيب كابتن سامي قمصان اقترح على كولر انه الاهلي يجرب يلعب بثلاثة مدافعين ثلاثة اربعة ثلاثة يجرب يلعب بثلاث مدافعين وقال له ان احنا عندنا اللعيبة اللي نقدر نلعب بيها كده هقدر استفيد من رامي ربيعة وياسر ابراهيم واشرف داري ومعايا كمان يوسف ايمن وهلعب ببكات طايرين يا حي اعطيت الله استفيد منه هجميا جدا وهستفيد كمان من عمر كمال عبد الواحد النحى الثاني الحين عودت محمد دهاني دكتور راح كابتن سامي قمصان هل يقتنع بي كولر في بعض التدريبات كان فيه تصور للشكل ده او تطبيق للشكل ده وتعامل في مطش حرس الحدود الودي الاخير طريقة دي بس بطبيعة الحال هيبقى الاهلي محتاج فترة او لعبت الاهلي هحتاجين فترة يحفظوا الطريقة بشكل كويس جدا وده اللي هعملوا مارس الكولر الفترة الجاي طريقة لعب النادي الاهلي ممكن تلوقع تغيرت بعد كم مباراة مارس الكولر هيلعب باشرف داري دور محمد عبد المنعم يعني ايه موالي اتنين بيلعبوا مساكين اه بكلم على الحتة الاضافية الزيادة اللي كان بيعملها محمد عبد المنعم في الدرابات السابتة والتسجيل واستقبال الكرات العرضية بكفاءة كبيرة جدا محمد عبد المنعم ياما سجل الاهلي اهداف حاسمة بهذه الطريقة مارس الكولر شغال على اشرف داري بنفس الطريقة تدريبات كثيرة جدا على الكرات السابتة واستقبال الكرات السابتة وبيجهز اشرف داري انه يكون بديل محمد عبد المنعم في الجزئية دي بجانب طبع الادار الدفاعية الكبيرة اللي بيعملها بس في الجزئية دي خلينا نشوف